مرتجي بعشقه للنادي الاهلي وكان له جملة شهيرة يرددها دائما وهي عظمة مصر موجودة في النادي الاهلي وظل عبد المحسن مرتجي يتردد داخل جدران النادي الاهلي حتى اخر ايام حياته والتي شهدت مرضه حتى توفى فجر يوم السلساء 5 نوفمبر 2013 عمر نهز 97 عام فريع عبد المحسن كامل مرتجي بالتأكيد هو والد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس دارة النادي الاهلي والذي يرأسه حاليا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الادارة 5 نوفمبر 2013 وفاة العبد المحسن كامل مرتجي والنهاردة الذكرى السادسة لهذه الشخصية العظيمة اللي كان لها دور كبير جدا سواء في القوات المسلحة او حتى في النادي الاهلي في فترة من الفترات السابقة وتولى النادي الاهلي في فترات مهمة جدا لكن قدوره كرئيس تاسع في تاريخ النادي الاهلي استطاع في هذه المراحل السابقة ان يعبر بالنادي الاهلي لبر الامان وحقق العديد من البطولات في عهده وفي وجود مجلس ادارة كان في هذه الفترة بيخدم بشكل كبير جدا كل القطاعات الرياضية داخل النادي الاهلي تولكم النهاردة معنا اخبار مهمة وعندنا تفاصيل مهمة جدا وخبر مهم ومتعلق بقرة القدم في النادي الاهلي في الفترة الحالية وهو متعلق بتعيين الكابتن محسن صالح رئيسا للجنة التخطيط لقرة القدم في النادي الاهلي خلال الفترة القادمة طبعا قدامكم طبعا التويتر بتاعت المهندس خالد مرتاجي النهاردة في الزكرة السادسة للفريق عبد المحسن كامل مرتاجي دايما زكرة الفريق عبد المحسن كامل مرتاجي زكرة طيبة وبنتذكرها كل سنة لأنه احد الشخصيات العظيمة اللي كانت موجودة في النادي الاهلي في فترات سابقة كابتن محسن صالح أخيرا تواجد في مصر وأخيرا تبوأ منصب رسمي في النادي الاهلي وجود الكابتن محسن صالح في هذا المكان وفي هذه المكانة بالتأكيد إن دا اللي بيدل على قدره وقمته الكبيرة جدا في كرة القدم المصرية وفي النادي الاهلي تحديدا بشكل خاص حجم الحفاوة ورد فعال جمهاري النادي الاهلي على هذا الخبر كان كبير جدا وده ألقى بزلاله حتى على كابتن محسن صالح خلال الساعات القليلة الماضية عندما أعلن النادي الاهلي تعيين الكابتن محسن صالح رئيسا للجنة التخطيط للنادي الاهلي الخبر أقول لكم تفاصيل الخبر وفي نفس الوقت طبعا كان دار حوار بيني وبين كابتن محسن صالح قبل بداية الحلقة وقال كلام مهم جدا ومعاني مميزة بالتأكيد فرصة أن أنا أقولها الجمهوري النادي الاهلي لأن كابتن محسن ممتني جدا لرد فعل جمهوري النادي الاهلي على قرار تعيينه كرئيسا للجنة التخطيط في النادي الاهلي مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيط قرر تعيين كابتن محسن صالح المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطن الأول لقرة القدم رئيسا للجنة التخطيط للقرة في النادي الاهلي وسوف يأخذ الكابتن محمود الخطيط اجتماعا مع لجنة التخطيط خلال الأيام القليلة القادمة لترتيب العديد من اللفات والاتفاق على خطة العمل الخاصة باللجنة في الفترة القادمة سواء على مستوى الفريل الأول أو الناشئين أو الأكاديميات أو اللجنة الفنية لإكتشاف المواهب كابتن محسن في حديثه معايا قبل بداية الحلقة وكنت عايز أعرف رد فعله بالتأكيد من جمهور النادي الأهلي والحديث النهاردة من خلال جمهور النادي الأهلي كابتن محسن قال أنه بيشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على هذا القرار وبيشكر رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب على هذه الثقة الغالية وقتحت الفرصة له لخدمة كيان النادي الأهلي بيتشرف بارتدائه شعاره لعبا ومدربا وانتماء له كمان قاعد وعامل ومشجع أملا من الله في التوفيق خلال الفترة القادمة وقال كابتن محسن جملة مهمة جدا قال كلنا في خدمة النادي الأهلي وكلنا جنود في خدمة النادي الأهلي وسواء أنا موجود في موقع رسمي أو مش موجود في موقع رسمي أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي شيء وممتن جدا 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 لرد فعل جماهير النادي الأهلي وقال ما كتب وما ذكر على السوشيال ميديا من رد فعل الجماهير بمجرد إعلان تعييني كرئيسا للجنة التخطيط شيء أسعدني وداني دفع قوي جدا بالنسبة للعمل في الفترة القادمة كابتن محسن بالتأكيد خلال الفترات السابقة كان واخد استراحة محارب بعيد شوية عن عالم كرة القدم في الفترات السابقة لكن لو بنتكلم على كابتن محسن صالح كتاريخ إداري وكتاريخ كلاعب طبعا لديه دراسات كبيرة جدا من الاتحاد المصر ومن الاتحاد الإنجليز والاتحاد الألماني ودراسات حتى من الاتحاد المجري لكرة القدم ونتكلم في فترات زمنية 1970 و1990 يعني كان سبع عصر وكمان في فترات سابقة واخد دراسات من الاتحادات كبيرة جدا في عالم كرة القدم كمان خض فترات معيشة في نادي رينجرز الإنجليزي سنة 86 نادي إكسفورد الإنجليزي سنة 86 كمان كان موجود في نادي الهنفيد ثاني الدور المجري في بودابست في الفترات السابقة كخبراته عمل كمدرب مساعد مع مستر هيدو كوتي مدرب النادي الآلي في الفترة من 78 حتى 1980 أيضا كمان محاضر بالاتحاد المصري لكرة القدم في فترات سابقة 16.9.78 إلى 28.9.78 وإدى محاضرات واسقة للمدربين القدمة والجدد في محاضرة نظامها الاتحاد المصري في فترات سابقة اشتغل كمدرب في قطاعات الناشئين في النادي الأهلي مدرب لمنتخب جمعة الإمارات العربية المتحدة ومدرب قطاع الناشئين بنادي العين في الفترة من 80 إلى 83 مدرب مساعد لمستر هيدو كوتي في النادي الأهلي من فترة 1983 إلى فترة 1986 أيضا تبوأ منصب المدير الفني لنادي تابوك السعودي في فترة من 86 إلى 89 ثم نادي برفؤاد من 89 إلى 90 نادي مرباط العماني 1991 نادي الوحدة في المملكة العربية السعودية النادي المصري البورسعيدي نادي زفار العماني تولى تدريب منتخب مصري للناشئين عام 94 النادي الإسماعيلي في فترة من 99 إلى 2002 المدير الفني المنتخب مصري من 95 حتى فترة 96 ومن 2002 لغاية 2004 المدير الفني النادي الناصر السعودي عام 2005 المدير الفني لمنتخب باليبيا في فترة من 2006 إلى 2007 المدير الفني المنتخب اليمن من 2007 إلى 2009 وطبعا سبق ليه أنه كتحليل للمباريات القروية في فترات تصابقة في العديد من القرارات العربية في فترات تصابقة الكابتن محسن صالح بالتأكيد تاريخ طويل جدا في عالم كرة القدم سواء كلاعب أو كمحاضر أو كمدرب وإن شاء الله خلال الفترة القادمة النادي الأهلي يستفيد بخبراته وإمكانياته مع لجنة التخطيط المتواجد فيها أيضا الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو وفي إشراف عام من خلال الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا معسكر النادي الأهلي في الإمارات خلاص في السنة